كنا خذنا مع بعض من حلقات سابقة الجزء الاولاني من المنهج بتاع الالجبرا بتاعنا كنا خذنا كنا خذنا بعد كده ازاي اعمل كونستراكت لتو اكويجنز لو مديني مسلا ورد بوبلم واذا اننا ابدأ ان انا احل التو اكويجنز دول من خلال المثود اللي احنا كنا خذناها مع بعض اللي هي النهار دا بنا نتكلم مع بعض اللي هيكويجنز بوضو كلمنا مع الاكويجنز ولكن النهار دا هاخد بقى يعني بتكون الاكويجنز هنا ريز تزا باور تو ازاي حلها كمان الاجبرا كلي كنا خذنا ازاي ازاي اعمل الاكويجنز لاسلوس الاكويجن، كنا خذنا السكان 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 السهنا اللي فاتت في ننا انا 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 نفع żeby to into the second degree equation او!! seen the available psychologist او solution to the equation ممكن من خلال الفاكل الطبعا دا من خلال الالجبك مثل طبعا وكمان انا انا كنا خذنا كمان ان انا ازاي اجيب بتاعتي الـ وانا عندي ممكن يكون ويكون ياما أو يعني عندي ياما تواسلوشنز دي كان اول حاجة ممكن يكون لها تواسلوشنز ويممكن يكون لها ممكن يكون لها ممكن يكون لها خاص تمام النهاردة كامل نفسي الفكره بنفس الطريقة ولكن يعني باسلوب مختلف شوية أو طريقة مختلفة إلى حد كبير عن اللي كنا اخدناها في السنة اللي فاتت. نحن اتعلم ازاي احل وكمان بقى حاجة جديدة معانا في السنة دي لو يعني مش شاف ان انا عملها فبيكون في عندي بديل تاني في عندي بديل تاني للاكواجن انا حلها بشكل بسيط وشكل سهل خلينا بس متفقين مع بعض ان انا كنا اخذنا ان انا ازاي اعمل كنا بعمل كنا بعمل من خلال من خلال من خلال الجراف بيكون عندي لغراف ده with x axis دي اللي انا سميها النهاردة solution set of the equation solution set of the equation كنا نفاكويني first term كان بطلب مني الvertex كان بطلب مني maximum or minimum وكمان كان بطلب مني حاجة اسمه axis of axis of symmetry ولكن الترم ده بقى هيتطلب مني اوكي وابد يطلب مني الحاجات دي تاني ولكن هيزود كمان عليها يقول the solution set of the equation using the graph اوكي طب يعني علشان نقتصر الوقت شوية ونحاول نشوف practice على الموضوع ده بشكل يعني practice على الموضوع ده بشكل يعني فعال اكتر لمقول كنا مع بعض كنا بودل لابد겨ه جدا مشغيل ما في ده بكريم کی طبعا كنا ب erfolgع compar continu how the haus times of daar qu Sverd 8博 2001 2x 2x s ore 22x plus 1 c normal وansوؤى الى ده PEakool Fix Tvhe equal x squared plus 2x plus 1 presumpu 2x2x2b Critical x m فنقشن الاول فنقشن of second degree x part 2 plus 2x plus 1 من دهالي في خلال interval محددة اللي هي from negative 4 لل4 وطالب مني بعد كده ان انا عامل لجيب solution set للإكواجين ديب عليها x part 2 plus 2x plus 1 تمام خلا متفقين قبل من حل السؤال ده ان انا في الجراف we have three cases عندي three cases to find the solution set بالنسبة للجراف ياما هيكون two we have two يعني roots او two solutions يعني كده ما سنقول مع بعض يعني احبيت كده ان انا اتناقش في الموضوع ده كده احبا كده اعمل يعني diagrams توضح لي القصة دي طبعا واضح جدا ان انا هنا لما اعمل u shape او zapropola لما يكون هنا عندما بعض u shape intersect at two points then we have two solutions اللي هما دولة لما then we have two solutions يبانا هي we have two solutions تمام لما يكون الجراف intersect at one point كده دي كده ها هتكون equals one solution اوكي طب لو بنكون الجراف doesn't intersect with x axis at any point فهنا بيكون عندي no solutions بمعنى ايه؟ طب حد يقول مسر طب هو intersects ما روي x لا احنا هدفنا to find intersection point with x axis هنا عندي ما بعض هو two points وين عندي one point وهنا بيكون عندي no intersection point at all with x axis تمام؟ يبانا عندي three cases في الموضوع ده يبانا يبانا two solutions one solution and no solutions تمام؟ من هنا بيجعب على هذا السؤال بتاعنا اللي كنا بنتناقش فيه من لحظات انه هنا عندي ما بعض هو بيقول draw the graphical form of the function fx equal x super 2 plus 2x plus 1 في interval محدد او في limited interval ليه negative 4 ل2 and from the drawing find the solution set of the equation اللي موجودة عندي x super 2 plus 2x plus q plus 1 طب step 1 لحل سؤال زي ده we have to construct table construct table اللي يكون فيه النمبر موجودة معايا في الست بتاعتي يعني هنا هبدأ مع بعض اعمل table هبدأ حط النمبر الموجودة هنا معايا تمام؟ طبعا هقول كده مع بعض construct table كده table ده طبعا هبدأ عمل فيه النمبرز اللي هو في الانتيرف اللي هو محدد هالي من اول negative 4 لغاية 2 وكدا كمين كدا كدا first one negative 4 negative 3 negative 2 negative 1 zero 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 one two كدا طبعا يبدأ خط النمبرز بتاعتي هنا هكتب x وين هكتب fx okay okay and numbers can starting from negative 4 negative 3 negative 2 negative 1 zero one two okay من سيشن الفنكتب ايه كانت fx equal x power 2 plus 2 x plus one طبعا that means ايه it means we have to replace بقى هبدأ عمل replace لكل value من ال values الموجودة معايا دي دي جوه الفنكتب اللي هو مدهالي x power 2 plus 2 x plus one طبعا x equals negative 4 يبقى negative 4 power 2 16 16 minus 8 هتكون 8 8 plus 1 equals 9 ولما يجب اعملها ويبقى x equals 2 يبقى هتكون 2 plus 2 plus 4 plus 1 طب في السايد هنا لم اقول negative 3 يبقى negative 3 plus 2 times negative 3 plus 1 ففي الاخير هتكون equals 4 هنا عندي لم اقول برضو ب1 يبقى 1 power 2 plus 2 times 1 plus 1 برضو هنا عندي هتكون equals 4 at x equals negative 2 negative 2 power 2 minus 4 ب0 هتبقى هنا عندي 1 طب at x equals 0 يبقى 0 plus 0 ففي الاخير هتكون equals equals 1 طب x بقى هنا عندي هتكون at x equals negative 1 يبقى هنا اقول مع بعضا جماعة تبقى 9 و 4 هنا at x هنا عندي هتكون equals negative 1 يبقى negative 1 power 2 1 plus يعني هتكون في الاخير هتكون في الاخير عندي هتكون equals 0 طبعا ليبقى عشان negative 1 هتكون negative 1 negative 1 power 2 positive وهنا مع بعض هتكون equals negative 2 فطبعا they will be cancel كده مع بعضا جماعة الانسر دي طب يبقى انا كده وصلت مع بعضا للشكل بتاع التابل بتاعي negative 4 9 negative 3 4 negative 2 1 negative 1 0 0 1 1 تبقى 4 2 هتكون equals 9 انا كده عملت التابل بتاعي فكده ستبقى number 2 هبدأ ان انا اعمل الجراف نفسه للتابل او او الـ value انا حصلت عليها من خلال التابل الموجود معي طبعا يفرض ان انا لما يجي اعمل الجراف يا جماعة يعني it's better to use graph paper تمام عشان يكون الجراف بتاعي بس شكله مضبوط معي فwe have to use يا جماعة في graph paper زي الموجودة معي دلوقتي هبدأ ان انا ابدأ طبعا ارسم to lines بتاعي x axis y axis تمام طبعا بكل بساطة يا جماعة بحاول ان انا اعمل الجراف يكون شكله يعني scale طبعا يكون مناسب طبعا طبعا هنا ابدأ مع بعضك ال line بتاعي بيمثل x axis ok وي we have a vertical line which represents y axis كده يبقى كده مع بعضه عندي x axis وعندي y axis بالشكل الادامة كده مع بعض تمام تمام the first one بقى ما هبدأ عمل put اللي سكل بتاعي بيمثل مع بعضه x هكذا وانا يكون مع بعضه 3 negative 4 and 9 كده يبقى تكون the first point second point negative 3 مع 4 negative 3 مع 4 the third point negative 2 مع 1 the fourth point the fourth point negative 1 مع 0 the next one 0 مع 1 x 0 y equals 1 this point بقى كده عندي 1 and 4 هطلع تاني 1 and 4 with the last point it will be 2 and 9 طبعا واضح جدا إن الشكل بتاعي يكون u shape بقى كده هبدأ عامل join بالل points لمعادي كده بقى كده first second third كده بقى أطلب مني ببعض the solution set of the equation طب قبل ما أتكلم مع بعض على the solution set وكده نباجع لك الحاجات كنا خلناها في the first term اللي هي the vertex maximum or minimum وكمان الجزء بتاع the equation of symmetry طبعا في مع بعض كمان the vertex بتكون the lowest point or the highest point according طبعا لمين للشكل بتاع الجاف لو هو open upward هتكون the highest point لو هو open downward هيكون the maximum point هتكون مين the highest point تمام طب يبقى هنا عندي مع بعض لما تكلم على the vertex طبعا ها هتكلم مع بعض على the vertex طبعا واضح جدا ان the vertex اللي هنا بتكون من ال point كم negative 1 و 0 لو the lowest mean the lowest point فأقول له كده مع بعض ان ال vertex it will be negative 1 and 0 طبعا بعد كده في عندي حاجة اسمها the equation equation of axis of symmetry equation of axis of symmetry equation of axis of symmetry has a minimum value here we have minimum minimum value اللي هي بتكون the value هنا the lowest point اللي هي بتكون equals zero يبقى عنده مع بعض المينمم point هتكون equals zero طبعا لما يجبها تكلم على الجزء بتاع lesson اللي هو the roots of the equation or the solution set طبعا هاختاب point of intersection of x axis اللي هي هنا عندي بتكون equals negative a negative 1 فأقول له كده بكل بساطة ان والله ده solution set هيكون equals set of negative 1 طبعا لو عندي two points يا جماعة خلاص هاختاب two points عندي سواء كان x بتكون او negative او اي two values مش تافق بالنسبالي طبعا type of a of the numbers اوكي يبقى احنا كده في الجزء ده تعلمنا مع بعض ازاي اعمل graph ل second degree equation وكمان ازاي اعمل افتكر vertex and axis of symmetry وكمان minimum value او وكمان عرفنا ازاي بجيب solution set ل second degree equation من خلال الجراف اللي معي يعني من خلال الجراف اللي معي عرفت ازاي بجيب equation او solution set ل second degree equation برضو بنفس الفكرة لو عندي example تاني يعني مش هايز focus او الموضوع ده لان هو الاكتر بيجيب لي السؤال يكون using graph يعني using algebra كنين بس برضو نحاولنك كده example تاني بسكل سريع لما يكون عندي برضو equation او function of second degree وعايز برضو اجيب الجراف بتاعها ومن خلال برضو الجراف ده بيقول find the solution set من خلال الغراف اللي موجود معي طبعا هعمل set of zeros حاجة اسمها set of zeros اللي هي ال values بتخلي الاكواجن دي equal zero طيب هين عندي مع بعض او بقول اي draw the graphical form of the function f fx equal x bracket x minus 5 plus 3 in the interval from negative from 0 to 5 and from the drawing find the solution the solution set of the equation x bracket x minus 5 plus 3 equals 0 تمام؟ بوضو بنفس الطريقة اننا هبدأ اعمل table للاكواجن دي او ممكن طبعا اول حاجة هملا اسم بالفايل اول حاجة هملا اعمل x times x و x times negative 5 و collect 3 هخليها in the simplest form دي كده اول حاجة حاجة التانية اننا هبدأ construct the table للvalues الموجودة معي from 0 لغاية 5 وبعد كده هبدأ اننا بطبع the point on the graph draw the u shape figure اخر حاجة find the solution set by observing the intersection point of the curve مع the x axis تمام؟ نحو كدا مع بعض نمشي بقى step past step اللي اللي احنا قولنا دا طبعا عندي اول حاجة هنا we have to construct table او اول حاجة اننا هعمل simplify الاقواجن الاول عشان بس احنا منظمين هنا we have fx هيكون equal x x minus 5 plus 3 طبعا we have to distribute x مع x و x مع negative 5 يبعا here we have x power 2 minus 5a 5x plus cam plus 3 طب يبادي ايه كدا اول حاجة الحاجة التانية هبدأ ان انا اعمل construct table لانه وقال الانتيرفل بتاعته from zero to five طيب خلاص اوكي يبقى starting هنا عندي from zero construct table طيب نفس بعض الفكرة هعمل كدا طبعا table with two rows هنا كدا charting from zero وطبعا فتبقى zero one two three four five اوكي يبقى zero one two three four five طبعا هنا اقول كدا مع بعض اكده x وهنا اقول f x طيب starting from zero يبقى هنا عندي zero one two three four five replacing x equals three صوري starting from zero يبقى zero part two minus five times zero ذا كدا يكون cancelled بقى هنا معي three فاكتب هنا three وبعضو اكيد هنا يكون بعضو نفس مينة نفس الفكرة هتكون equal three طب at x equals one هنا عندي دا هيكون one one plus three هتكون equal four four minus four minus five هتكون equals negative one فبعضو هتكون دي equals negative one اخر بقى حاجة معي at x equals two فتكون two part two equals four four plus three هتكون equals seven seven minus ten هتكون equals negative كم هنا negative three واعتقد دي بقى تكون it will be negative a negative three بدون اي مشكلة تمام كدا طيب يعني بانا كنا عملتي التابل بتاعي هبدأ ان انا using بقى the graph graph this equation i will graph this function برض نفس الكلام معنا مدخلة اي من القاهرة الو 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 ايا سامعاني الو زاكي ايا الو الو ايوة زاكي ايا الحمد الله عامل ايه بخير تمام الحمد الله تمام ايا في عنك سؤال ولا تحب الشركة معنا اا مثل انا كنت عايز اسأل على حاجة وليه ماذا انا كنت عايز اسأل بس على اسم البرنامج عشان كنت عارفة اخش عليه وكنت عايز اشارك بنتكتي وكده المواد التانية طيب ما ايش ده كده اولا دي ممكن تتكلمي بس الكنترول وممكن هو بس هيقولك الجروب كده طيب في عنك اي كومنتس تانية ايا لا شكرا طيب تحب الشركة معي ايا في الاجابة سؤال اه طيب ايا احنا مكوننا نتكلم مع بعض دلوقتي على الجوزء بتاع الاصولة في 2nd degree equation انا عندي نوعين بان اوها السيليوشن كده اي عندي جرافكال سيليوشن وعندي الجيبك سيليوشن باختصارش اي اي هو ازاي اجي اجيبي الجرافكال سيليوشن من الجراف يعني قولي لي كده ايه الدسكريبشن اعرف ازاي ان هنا في عندي سيليوشن للجراف ده ايوا تمام يعني عايزة تفاهميني الاية اني انا بجيب من اي او من طريق الجراف ده مع الاكس اكس صح? اه اوكي اي شوك نيك طبعا ايا طبعا اتابع بس مع الكنترول على الموضوع بتاع الجروب ده وطبعا اتابعين ايضا اخر حالة عشان في حاجات مهمة قوي هنقشها في حالة النظر. اه طيب يبقى احنا كده مع بعض هنتكلم على الجراف ده بقى هبدأ ان انا اعمل بقى طبعا بقى جراف للتابل اللي موجود معايا. خلاص يبقى انا كده هبدأ اعمل two intersected lines. طبعا هنا جماعة هبدأ اناعمل two lines between the x x's with y x's okay it would be an x and this line represents y. طبعا هنا اعمل بقى x x here equals one two three four five six here negative one negative two negative three negative four negative five up one two three four five and down negative one negative two negative three negative four negative five then put the points zero three zero هنا وي three طبعا number two one with negative one يعني في المكان ده كانوا معايا طيب two with negative three طيب three with negative three طيب four with one او negative one اخر بحاجة five with three طبعا ما واضح جدا انه من خلال البربولة طبعا هنا فيش عن طبعا نفريش عن طبعا نفريش عن طبعا نفريش عن طبعا نفريش عن طبعا كده هبدأ اعطنا اطلع تاني طبعا واضح جدا يا جماعة انه من خلال الجراف هنا هيكون انترسيكشن point مع الاكسي اكس هيكون represents decimal numbers فهو يعني خلينا بس يعني مقتنعين بحاجة انه هو لو هيكون فيه جراف في الاجزام هيكون الجراف او الpoints هتكون واضحة بالنسبالي ايه هتكون whole numbers مش هتكون decimal طبعا عشان ال approximation بتاعتي الحاجة التانية بقى اللي احنا هنبدأ نبقى ننقشها دلوقتي الجزء بتاع الالجيبراك ان انا لو عندي اكواجن بقى مش لازم بقى عاملها ازاي عمل لها او find the solution state ليه الالجيبراك طيب فيه طبعا عندي two methods ومهمين جدا لsolve اي question second degree ان انا اجيب solution set ليه الالجيبراك دي طبعا اول حاجة using factorization تمام second type اللي هو using حاجة اسمها general formula ده موضوع حرقاتنا النهاردة او ده اللي يكون focus اكتر في الليسون بتاعنا النهاردة لما اتكلم مع بعض على factorization بيكون عندي second degree equation طبعا فببدأ اعمل factoring ده واخلي الاكواجن او الاكواجن ايقولز zero بكده اجيب حاجة اسمها set of zeros ليه الاكواجن دي تمام طب لو خدنا كده اكسامل بس نفتكر انا هحل ازاي using a factorization لان ممكن يكون فيه سؤال تريك قوي يعني يكون عندي second degree equation وcan be factorized فطبعا هنا هيكون فيه مشكلة ان يعني لو معرفش عملها factorization بيكون هنا فيه عندي فيه مشكلة لحل السؤال لان طيب خلان بس ننتفكر كده مع بعض على factorize لأي expression يعني مثلا نقول كده مع بعض factorize اوكي اكس power two plus five x plus six اوكي طيب طبعا هنا لما يجي عمل factoring كده اقول كده مع بعض two expression او two brackets two numbers الproduct هيكون equal six and their sum equals five يبقى ايه هما يكون two numbers يبتوعي هيكون three مع two على السنة مع بعض ان three times two equals six و three plus two equals five هنا عندي وهكتب هنا طبعا plus وهنا plus تمام طيب لما يقول بقى في نفس الquestion بقى كده solve x power two plus five x plus six equals zero طيب حاجة زي كي طبعا جماعة بحتاج ان انا اعمل factorization يبقى اعمل factoring زي مين زي step اللي فوق بالضبط ولكن الزيادة كمان عليها ان انا اجيب حاجة السامة الزيادة يكون في اسمات الزيادة يسمى هي اعمل separate للبراكت السي دي وساوي كل بهز term zero عشان ان نق 구فد ال Davis في 결يع ج tau 하ية. طيب ليابا هنا مع بعض step one في حل second degree equation algebraically لازم اخلي vorhand side perfectly. هي يبقى لازم يكون في عندي let hand side white hand side هذا whole left hand side الright hand side لازم يكون equals 0 عشان بعد كده هبدأ ان انا افصل البركت زي هاخد كل البركت الوحده يكون equal 0 ومعنها ان انا هبدأ ان انا اجيب الvalues بتاعة ال x طيب هنا عندي مبعض طبعا هنا we have to factorize in direct way هتكون equals 0 طبعا هنا عندي x super 2 plus 5 x plus 6 هبدأ اقول x وهنا x عندي 2 numbers product equal 6 والsun equal 5 خلاص هيا سهلة كده هتبقى 3 و 2 هنا positive وهناك برضو هتكون positive يبقى separate هنا عندي اول حاجة نقول x plus 2 هتكون equals 0 هنا عندي x هتبقى equals 0 minus 2 يعني equals negative 2 لكده first solution فاقول له بعد كده نفس الكلام من x plus 3 هتكون equals 0 و x هتكون equal 0 minus 3 then it will be negative a negative 3 خلاص فاقول له في الاخر كده ان ده solution set هنا عندي هيكون equals negative 3 و negative 2 يبقى طوله دول بيكونوا two numbers product او الدول هيكون two numbers بتوعي L هيكون ستصفى للإكواجين اللي موجودة معي بالشكل ده طيب سؤال بقى مهم جدا لو الاكسيبريشن او الاكواجين هو من دلي دي cannot be factorized ايه الحل يعني انا دلوقتي عندي اكواجين اتفاقنا ان في عندي method 1 ان انا هعملها factoring ومن خلال الفاكتورينج ده ايضا اجيب ان الاكسيب هتكون equals zero minus حاجة او zero plus حاجة ونفس الكلام في ال bracket التاني طيب لو عندي بقى الاكسيبريشن ده او الاكواجين دي cannot be factorized في الحاجة دي هطبع ان انا استخدم حاجة جديدة بقى معانا السنية دي او في الليسون ده بسميها general formula general formula وده بيكون يعني الحل التاني هبدأ افكر فيه بهذا factorization ان لو مشان فاكتوريزيشن هبدأ صادم حاجة اسمها general formula اللي من خلالها هبدأ احل السؤال بتاع بدون اي مشكلة خليها بس يعني نقول كده يعني what is the meaning of the general formula وهي اصلا عباما عن ايه عارفين طبعا يا جماعة ان اي second degree equation is on the form a x for two plus b x plus c equals zero يبقى اي second degree equation كما بتكون على الشكل المعيدة لو a x for two plus b x plus c equals zero على اساس ان الادا بيكون coefficient of x for two ال b coefficient of x وال c بيكون a the absolute a the absolute term اوكي طبعا عندي بقى جماعة الفورمولا بتاعتي نفسها الفورمولا بتكون equals negative b positive or negative square root b squared minus four a c طبعا ما تخضش انه في الانسر اللي جابه في الآخرة تكون بالdecimal negative b possible negative square root b squared minus four a c كل ده divided by two a باكد تاني مين هما ال a وال b وال c دول بيكونوا الcoefficient بتاعت ال x for two بتاعت ال x وال absolute term اوكي طب باكد تاني ان الانسر اللي جماعة هتكون بالdecimal point فطبعا ما تخضش لانه كمان في الاجزام هيوضح لي ان دي هتكون formula يقول لي ايه مثلا round the result مثلا two nearest a tenth او يديني مثلا ال value بتاعت ال root مثلا كأجزامبل يعني root مثلا 3 equals 1.7 approximate طبعا value فانا دي كلها يعني ايه زي alarm كده بيقول لي خلي بالك ان السؤال ده هتحلو using the formula تمام طب عندي مثلا ما بعدة جماعة كده question مهم قوي يعني طبعا لازم اي امتحان يكون فيه question or graphically ولازم يكون فيه عندي question في حلقة النهاردة اللي هو using the formula ده مهم جدا ده مهم جدا فجماعة يا بيت طبعا نكون نجون عافين formula ونحاول نحن نحفظها ونكتابها كتير لان هي ممكن مشكلتها ان انا نسيت negative او حطيت positive ما كان negative فهيكون فيه خلل فيه اجابة السؤال اللي موجود معي طب يبا هنا عندي مع بعض اهو جاب لي equation بتكون x per 2 plus 3x minus 3 equals zero وعايز مع بعض يجيب solution set لل equation دي وقال طبعا using the formula او ببحثة كامل اللي انت عايزه ولو انت شايف ان the expression can be factorized طبعا لما يجي يكون عندي equation زي دي حاب ان انا ارتب the equation بتاعتي يكون عندي x per 2 في الاول بعد كده x بعد كده free term بتاعي طبعا واضحا جدا هنا بترتبع كده تماما لو x per 2 3x minus 3 هبدأ بس اقول ان هنا عندي a هيكون equals 1 والb هيكون equals 3 وc هيكون equals negative 3 خاص كده ايو كده عندي a equals 1 الب equals 3 والc equals negative a negative 3 فطبعا هنا مع بعض هبدأ ان انا اكتب الفورمولا بتاعتي هقول كده ان x هتكون equals fraction كده negative b positive or negative square root b squared minus 4 a c كل ده divided by 2 a يبقى negative b positive or negative square root b squared minus 4 a c divided by 2 a طيب هنا مع بعض هبدأ ان انا اتعمل كل حاجة بالvalue بتاعتها طيبا هنا عندي b equals 3 جس تعمل بس بس replace يبقى negative 3 اهو positive وبالnegative square root b squared يعني هتبقى 3 power 2 minus 4 la بكام la equals 1 والc c equals negative 3 كل ده divided by 2a يعني 2 times 1 طيب يبقى جوستنا هنا نعمل collect بقى للا expression موجود معايا negative 3 positive or negative square root 3 power 2 equals 9 negative 4 times 1 times negative 3 it will be positive 12 كلها divided by 2 times 1 which is 2 تمام يبقى انا عندي مع بعض هيكون equals negative 3 positive or negative square root لي 21 divided by 2 طيب هنا عندي بقى 2 solutions مهمين جدا اول حاجة طبعا replace in root 21 d كالكليتك طبعا مفيش اي مشكلة بالنسبة لي فاقول كده مع بعض in root 21 هيكون طبعا هنا equals 4.6 approximate طبعا جماعة value approximate value هنا تكون equals 4.6 تمام يبقى هقول كده مع بعض in negative 3 positive or negative 4.6 divided by 2 يعني هقول كده مع بعض in negative 3 plus 4.6 divided by 2 هتكون equals 0.8 تمام option التاني negative 3 minus 4.6 divided by 2 فاطبعا افتر سيمبلفاين هتكون negative 3 point 8 خلاص يبقى ستب اخر بقى ستب هنا معايا يقول له ايه ان ده solution ست هنا معايا هيكون equals 0.8 و negative 3 point 8 اوكي يبقى 0.8 و negative 3 point 8 ده بيمثلي ايه ده بيمثلي ده solution set للإكواجين بتاع داسمبل اللي يا جماعة للسؤال بيجي لازاي في المتحان بيجي بإكواجين زي كده نقول مع بعض فيه معلومة همي جدا عاز اقول عليها ان الفاكتوريزيشن برضو يعني لو في بعض الناس ضعيفة شوية في الفاكتوريزيشن مو بيعافش عمل الفاكتوريزيشن انا ممكن احلها جماعة الفاكتوريزيشن هتحللي كل الازمات دي كلها انا ممكن لو السؤال او الاكتوريزيشن انا ينفع احلو يعني حتى لو هو ينفع لي او لي الفاكتوريز يعني حتى لو هو ينفع لي العادية جدا ان انا احلو بالاي احلو بالجينيرال اي الجينيرال فاكتوريزيشن بدون اي مشكلة طيب عندنا بعد كده برضو فاكرة تانية برضو محيكين احنا نناقشها مع بعض لما اقول كده احلو بالاكتوريزيشن احلو بالاكتوريزيشن تمام جدا الحاجة التانية انها تكون لها او تمام تكون طبعا ارانجت فطبعا نقولك انا مع بعض ان الا هتكون ايقولز في الحالة كده و ب هتكون ايقولز نيجاتيب سيكس و سي هتكون ايقولز ون اوكي كده طب في الحالة دي كده هبدأ ان انا اعمل طبعا الا والب والسي في الفرمولة اللي موجودة معي ان هنا عندي مع بعض كده الاكس هتكون ايقولز نيجاتيب بي باستف ونيجاتيب سكوير بووت بي سكوير مينيس فور اي سي ديفايد باي 2 ا اوكي ننهم ام نريبليس الفنكشن او الاكواجن بتاعتي البي اصلا بنيجاتيب سيكس وفيه نيجاتيب فيه اصلا الفرمولة فهنا عنده تكون ايقولز سيكس دي كده اولا نهو باستف ونيجاتيب سكوير روت بي سكوير يعني هنا يكون مع بعض نيجاتيب سيكس فور تو مينس فور اي c ال اي 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 خلي بنا من موضوعنا طيب سيمبل فايد مور طيب يباني عنده هتكون سيكس بوسف او نيجاتيب سكوير فوت بي سكوير اللي اي يعني هتكون إيقوز تبعي مينس اي اي او الفي وال ان ع feeding اي اي وان فهنا عنده تكون إيقوز تول كل الكلام ده ديفايد باي طبعا تبعي هتكون ب 벌 هنا عنده طبعا تكون سكوير رون 36 26-12 it will be 24 كده بوضو divided by 6 طيب هتكون بوضو كده 6 هنا طبعا 24 هتكون simplified كال80 هتكون equals 2 root 6 كده divided by 6 تمام طيب لو خلنا 2 common factor هنا يبقى لي هنا كده 3 plus 3 plus root طبعا positive negative طبعا root 6 divided by 6 اوكي simplified more فتبقى كده عندي 3 positive negative square root 6 divided by 6 طيب هنا عندي ما بقى طبعا هقول ان الroot 6 كapproximated value هيكون equals 2.4 root 6 approximated value هيكون equals 2.4 طيب يبقى في الحالة دي طبعا هابدأ ان انا اعمل يبقى في الحالة دي طبعا هابدأ الـ 2.4 مرة بالـ positive ومرة تانية بالـ negative فطبعا هقول كده بكل بساطة انه the first one تبقى 3 plus 2.4 divided by 6 اوكي اه تاني هقول 3 plus 2.4 divided by 6 طبعا في الاخر طبعا صحيح هنا يكون في عندي simplified لـ expression دي it will be 3 طبعا هتكانسل 2 مع 6 هنا هتكون it will be 3 مش 6 طبعا زلطنا على المستيك ده يبقى عندي 3 plus 2.4 divided by 6 فطبعا هتكون equal في الاخر 1.8 طبعا دا ما أكون دا شوالك creative اي مشكلة خالص بالنسبة لي second option او second solution هنا معي هيكون 3 minus 2.4 2.4 divided by مفودي يبقى 3 مرضو عشان هتكون 3 زي دي بالضبط كده يبقى divided by 3 هاي كمان فهتكون في الاخر equals 0.2 فاصل في الاخر الان دا solution set هيكون equals 1.8 0.2 طبعا دا كده بأضو سؤال تاني او فكرة تانية معي ان انا ازاي اجيب solution set ل second degree equation using the general formula طبعا لو خلنا بقى practice تالي بقى بس مباضي شكل equation مختلف شوية محتاج ان انا اعدل في شكل equation عشان يكون يكون in the simplest form الاكواجن في الحالة دي بتكون عندي على الشكل بتاعي اللي هو بيكون x minus 3 all power 2 minus 5 x equals 0 طبعا الوهلة الاولى ان الاكواجن دي كده it's it's in the simplest form تمام فمطابع ان انا اعمل لها simple file اول حاجة we have to expand the bracket هنا عندي x minus 3 all power 2 في expand the bracket هنا عندي هيكون x power 2 هيكون x squared كده first second times 2 minus 6 x last power 2 يعني plus 9 طيب بعد كده هابدأ اقول minus 5 6 5 x تبقى 5 هنا عندي x هتكون equals 0 طيب collect the like terms هنا عندي تمام مع بعض negative 6 x negative 5 x x power 2 minus 11 x plus هنا كان plus 9 هتكون equals 0 طيب في الحال اللي بغضو هابدأ ان انا اكتب النumbers بتاعتي اللي هي ال-a بتكون equals 1 و-b هتكون equals negative 11 و-c هتكون equals 9 طيب بعدها بدأ انا اشتغل كالاتي ان انا x هتكون equals negative b positive negative b squared minus 4 ac divided by 2 a طيب negative b اصلا ال-b فيها negative كمان فهين هتكون equals 11 طيب positive or negative square root b squared يعني negative 11 squared minus 4 ac a equals 1 و-c equals 9 تمام طيب divided by 2 a just replace بس a equals 1 يبقى 2 times 1 طيب simplify again هنا عندي هتكون طبعا 11 positive or negative square root 11 power 2 calculator هتكون equals 121 negative 4 times 1 times 9 هتكون minus 36 divided by 2 times 1 هتكون equals 2 طيب هتكون equals 11 positive or negative square root 121 divided by أو minus 36 هتكون equals 85 divided by 2 طيب هنا there is no common factor بين 11 والroot 85 وال2 فطبعا هستنتق إن root 85 calculator approximately هتكون equals 9 point 2 9 point 2 طيب في الحقي دي طبعا هبدأ نبقى أعمل replace لي الex expression ده مرة positive و مرة negative فقول كلا مع بعض إن x بتاعتي هتكون equals 11 plus 9 point 2 divided by 2 أوكي إبنا عندي x هتوصف في الاخر لي 10 point 1 دي كده أول value for x طب second value for x replace x ب أو replace بها الرود ب negative 9 point 2 و كلا مع بعض كلا x بتاعتي هتكون equals 11 minus 9 point 2 divided by 2 طبعا برضو simplify to the simplest form هاوصف في الاخر لأن x بتاعتي هتكون equals 0 point 9 فطبعا هقوله في الاخر أن ده solution set عندي يكون 10 point 1 comma 0 point 9 طبعا ده كده الشكل نهائي للإكواجن بتاعتي أو للسليوشن set بتاعتي عندي بقى فاكرة تانية برضو مهمة جدا موجودة معايا في وكمان في امتحات كتيرة جدا بتكون موجود فيها الفاكرة اللي معايا دي لما يكون بقى عندي expression أو equation ولكن equation دي بتكون فيها fraction يعني أنا ازاي هاخرص من fraction فان عشان أحل أي equation لازم يكون عندي equation دي in the simplest to form يعني ax bar 2 plus bx plus c ما يكون في عندي أي fraction تماما فطبعا علشان أتعامل أو أبدأ أن أنا أشوف حل equation بشكل قدام دا كده حابة لأن نعمل multiply A we have to remove We have to remove their fraction لازم بقى أخذ من fraction دي فور كده ايه by multiplying by x squared يبقى هنا عندي مواد هعمل كل term من دول لغ مع multiply by x squared OK طيب هعمل دي كده طبعا ملتبلاي مع x squared هعمل 8 over x squared فهتبع هنا عندي 8 plus 1 over x multiply مع x squared فهبدأ ان انا ان انا ازبط شكل equation بتاعي ان انا هحرك x وحرك 8 to the other side with negative sign فعشان هناك كده هقول هتبقى x squared minus x minus 8 هتكون عندي equal 0 يبقى كده وصلت للشكل النهائي بتاع equation بتاعي اللي هو x squared minus x minus 8 equals 0 طبعا هنا by observing the coefficients squared x y 8 فطبعا هنا هقول مع بعض كده ان a هيكون equals 1 و b هيكون equals negative 1 و c هيكون هنا عندي equals 8 مشان سابقى انا اكتب x بتاعتي اللي هي negative b positive negative square root b squared minus 4 a c divided by 2 a عندي a موجودة والb موجودة والc كمان موجود عندي باليوز موجودة just to replace the equation او formula اللي معايا دي to get the two solutions of the equation طيب يبقى احنا كده النهار ضا عملنا يعني الشغل المهم جدا او خدنا لسن في المنطقة الاهمية اللي هو solving second degree equation من خلال الجراف وكمان من خلال الالجيبك وعرفنا مع بعض من خلال الجراف ممكن يكون عندي two solutions او ممكن يكون one solution او ممكن يكون ايه no solutions according a accordingly the number of intersection points مع x x لو عندي two intersection points مع x x then we have two solutions لو عندي intersection point واحدة بس مع x x then we have one solution لو there is no intersection points مع x x يبقى عندي no solutions for this equation كمان عرفنا مع بعض ان انا لو عندي equation دي ممكن نحلها كمان بمثود جديدة خلناها النهارضة اللي هي using the general formula على اساس the general formula دي بتحللي ازمة in the expression ده لما يقول cannot be factorized ففي الحادي هبدأ اصدم حاجة اسمها the general formula كده انتهى وقت حلقتنا النهارضة ان شاء الله see you soon for the next time for a program goodbye and see you soon for the next episode